اشتركوا في القناة 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 وهذا قول مالك والشافعي في القديم وهذا قول الشافعي في القديم وبعض الحنفية واستدلون به بحديث اصحابك النجوم وهذا حديث ضعيف بالموضوع ما هي صح وان كان فنحن نقول بانه الحق ان الدلائع ذلك هو تزجيلة الله للصحاب والزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها واهلها القول الثاني هو القول المضاد بالقول الاول انه ليس بحجة ليس بحجة مطلقانه هو القول الشفعي في الجديد وقول الاشعارة قالوا انه لم تزبط لهم اسمه فكغيرهم من المجتهدين القول الرابع هو قول القول الثالث هو قول القلفاء الرشدين الأربع لقولي عليكم بسم ناتي صنقت الخلفاء الرشدين المدين بعد عدوا عليهم النهارس القول الرابع وهو قول الصاحب حجة في قول أبي بكر وعمر لقول النبي himself إذن يتابع أبي بكر وعمر يرشوده وليقول يقتدوا بلديني بعد أبي بكر وعمر وهذا أمر حق تحليل هذه المسألة لابد أن نقول من قول الصاحب قد يكون قول الصاحب لا مجال للرأي فيه يكون باب التعبد ولا مجال للرأي فيه فهذا حج لأنه يأخذ حكم الرف هذا حج لأنه يأخذ أمر الرف فهذا حج لأنه يأخذ أمر الرف أو حكم الرف الذي لا مجال رأي فيه الثانية أن يكون مما له فيه مجال فإن كان ما لا مجال رأي فيه فهو حكم حكم الرفع فأكون حجة لا كلامة في ذلك ويقدمها القياس وأيضا يخص به النص بشرط أن يكون الصاحب لم يأخذ من الأسراليات طبعا الانتشار هنا على مقال المصنف والانتشار أن يكون إجماع سكوتي إجماع سكوتي وإذا اتفق الأم الأربعة فلا كلام لأن النبي قال عليكم سنتي وسنة الحرفاء رشيد المهدين بعد عضوا عليها بالنواجز وفي قول اقتذوا لذاني بعد أبو بكر عمر يتبع أبو بكر عمر يرشد عندنا القول قول الصاحب الذي ينتشر ولا مخالفة فيه وأيضا لا مجال الرأي فيه فهو حكم حكم المرفوع إذن حجة الثاني هو أن نقول قول الصاحب الذي ليس له حكم الرفع ليس بحج على مجتهد آخر من الصحابة يعني ليس ابن عمر حج على ابن عباس ولا ابن عباس حج على ابن الزبير نعم والذين قالوا أن قولوا خلفاء الأربعة قالوا بكر وعمر كؤلين من الصحابة قالوا أن المراد بالأمر باختزاء بهم والمقلط وأما المجتهد العارف الدليل فليس بمأمور وطرق الدليل لظاهر قولهم قولهم إذن قول الصاحب الحق أنه قول الصاحب إذا كان إذا كان لما لا مجال لتشاد فيه فهو حجة لأنه في الحكم المرفوع وإن كان قول الصاحب الذي ليس له حكم الرفع انتشر ولا مخالف له هو حج أيضا لأنه كالإجماع السكوتي فقول الصاحب حجة وهنا قول الصاحب حجة كما قلنا إلا أن يجد مخالفا لكن لا يخصص العموم قول الصاحب لا يخصص العموم لأن العموم نص والنص لا يخص إلا بالنص قد نقول قول الصاحب أيضا يقدم على القياس فهو أقوى من القياس وهذا الرجح اللهم أعني هذا بالنسبة لكلام على أصول الفقه والكلام على مسألة قول الصاحب وإحنا قلنا أن قول الصاحب فيها الأقوى الأربعة التي عينناها لكم ولها مجالان المجال الأول أن يكون لا مجال الرأي فيه فهذا حكم حكم المرفوع فهو حجة لكلام إن كان ليس حكم حكم المرفوع فينظر فيها في هذه المسألة إذا انتشر بنا مخالف صار حجة نجمع سكوتي وإن كان الأبي بكر أعمر فهو حجة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله أن أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ترجمة نانسي قنقر